حسنًا سأجعل سؤال لغة الإشارة أولاً الخطوة يحتاج ثلاث مكونات التي تحتاج إلى ثلاث مكونات أولاً، نحتاج الكاميرا لتكون قد تقنية جدًا لتفعل التقنية و اليوم، هذا مستخدم الخطوة الثالثة هي التقنية يحتاج أن أستطيع أن تتحرك الفيديو خلال الإنترنت المستخدمة أو الموبيلات المستخدمة هذا مستخدم، نحتاج أفضل من 3G لتفعل التقنية نحتاج إلى توصيل عالي المدى أو سريع لكي نوصل هذه لغة الإشارة إلى المترجم وهذه أيضًا محور أساسي لهذه التقنيات في أستن، تكساس، أين أنا أمي، لدينا الكاميرا ودينا الفيديو و الآن، نستطيع أن نتحرك التقنية الفيديوة مع إفتارات المستخدمة، مع إفتارات المستخدمة لكن هذا يحتاج إلى تقنية، يحتاج إلى تقنية وفي ولايتي تكساس عينما عيش هناك الكاميرا وهناك التواصل السريع عن طريق الإنترنت ولكن الآن بدنا أن نطور جهاز التعرف على لغة الإشارة وتحويله إلى لغة إشارة أو التعرف على اللغة المنطوقة أو المكتوبة إلى لغة إشارة وهذا تحت التطوير الآن الآن الثلاثية الدخولة هو أن يتحدث أن العملك العملكة الأمريكية هو مختلفة من العملكية العملكية مختلف من العملكة العملكية وهذا لذلك، سنظر أن نحن نتقدم وحسن لدينا أن نتقارب أو نتطور الرملكات لإستخاب على رسم القرارات المتحدة في اللغة إشارة الأمريكية تختلف عن لغة الإشارة العربية أو لغة الإشارة الصينية ولذلك يجب أن نعلم البرنامج كيف يترجم أو يتكلم بلغات الإشارة المتعددة ويعني التقنية التي ستحول من المادة المقروعة إلى لغة الإشارة هي تقنية تحت التطوير الآن